أقول لك على شغلة تصدمك رقم 9 بشغلة كلش غريبة تدري رقم 9 أذا تضربه ويا أي رقم ويطلع لك الناتج مالته هذا الناتج مالته أذا جمعته رح يطلع لك الناتج هم 9 مفتهمت مو؟ باوع رجز علي رجز أريدك تضرب رقم 9 يعني 9 في 1 9 في 2 9 في 3 9 في 4 الحد 9 في 9 لا تعبر أكثر مثلا 3 في 9 الناتج مالتها 27 هاي 27 اجمع السبعة ويا الاثنين اش قد يطلع الناتج؟ 9 خل صدمك أكثر 9 في 9 الناتج مالتها 81 اجمع الثمانية ويا الواحد شوف اش قد رح يطلع الناتج 8 زاد 1 9 5 في 9 الناتج مالتها 45 4 زاد 5 9 الرياضيات بأشياء تصدمك زين شنو رأيك أسوي لك سحر هسا تلي قاعد تشوفني أسوي لك سحر بالرياضيات حسه مستعد؟ يلا راح أمطيك أرقام أريدك تجمعهم وتضربهم حتى لو تستخدم حاسبة قم جيب حاسبة أو جيب تليفون ثاني وتعال قدامي وطبق هاي العملية الحسابية شوف أريدك تركز على كلامي بس باوع علي ركز لا يروح بالك بعيد أركز على كل كلمة أقولها عندك أخوان لو لا أذا عندك أخوان أخوان ولد بس أذا عندك أخوان ولد أضرب عددهم برقم 2 اش قد عدد أخوانك أضربهم برقم 2 واذا ما عندك أخوان أعبر هاي الخطوة تمام هس أضربت عدد أخوانك برقم 2 اش قد طلع لك ناتج؟ هذا الناتج خليه على صفحة أريدك تجمع ويا هذا الناتج رقم 3 تمام هس أريدك تضرب المجموع اللي يطلع لك كله برقم 5 حلو هس تمام هس أريدك تجمع ويا الناتج هذا اللي يطلع لك كله عدد خواتك اش قد عدد خواتك 2 3 4 اجمعهم ويا الناتج هس هذا اللي يطلع لك كله واذا ما عندك خوات اضفر هاي الخطوة هس هذا الناتج اللي يطلع لك كله أريدك تضربه كله برقم 10 تمام هس حلو ركز علي هسه أريدك تجمع ويا الناتج هذا عدد أجدادك اللي عايشين شكم جد عندك عايش هسه يعني اجمع وياهم عدد أجدادك بس العايشين مو الميتين الميتين ما ينجمعون واذا ما عندك اجداد اضفر هاي الخطوة تمام هسه أريدك تطرح من الرقم كله اللي يطلع لك 150 نقص من عده 150 ها طرحت حلو شوف هسه مبدئيا اللي يطلع لك الناتج 3 رقام صح لأولا أول رقم علي منه هو عدد أجدادك العايشين الرقم البنص هو عدد خواتك والرقم اللي علي يسره آخر شي هو عدد أخوانك شلوني لك هنا لدماغ دماغ زين زين هسه تعال لعبك لعبة ثانية هلا هاي اللعبة كل شرح أصدمك بها ركز 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 صارت حلوة اختار أي رقم يعجبك أي رقم يعجبك من 1 للمليون للمليا اختار أي رقم يعجبك 1 2 4 9 8 15 100 200 أي رقم يعجبك ها اختاريت هسه حلو أريدك هسه تضرب الرقم اللي اختاريته برقم 2 يلا ضربه ضربته حلو هسه الناتج اللي يطلع لك كله أريدك تضربه برقم 5 يلا ضربه هسه هذا الناتج كله اللي يطلع لك أريدك تقسمه على الرقم اللي انت اختاريته أول مرة اللي قلت لك اختاره قسمه عليه يعني قسم الناتج كله هذا اللي يطلع لك على الرقم اللي اختاريته أول ما قلت لك اختار حلو الناتج اللي يطلع لك ورا ما قسمته اريدك تنقص منه رقم 7 نقصته حلو ش تتوقع هسه تتوقع اعرف اش قلت طلع لك الناتج لو لا الناتج اللي يطلع عندك 3 صفقلي لك صفقلي لك لك بابا خليتك تختار رقم انا ما ادري بي اه شلوني